أنا بحب الدبلاج وبحب بسمع صوتك في الدبلاج إيه اللي خلاك تفكر في قصة الدبلاج وديزني وكذا؟ هو الدبلاج عشان أنا برضو وأنا صغير اشتغلت دبلاج أيام بعد حرب 67 الحكومة المصرية منعت الأفلام الأمريكاني فكانوا بيعرضو لنا أفلام المقاومة الروسي فاللغة الروسي صعبة شوية فكنا بندبلج الأفلام دي فمجبرت كان حب الدبلاج جواي أما جبرت بقى عملت مجموعة أفلام كتيرة جدا غير شلبي غير مؤسسة المرعبين وشخصية شلبي عملت أفلام كتير بس من أكتر الحاجات اللي نجحة لما بنسمع صوتك بنعرف إن ده الأستاذ سبيب ده يكون بالنسبة لي في الدبلاج يعني أنا بقابل ناس كانوا 7 سنين و8 سنين الوقت في العشرينات بتفرجوا مازالوا بتفرجوا على الشخصية